قال الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الآيات من سورة الأعراف ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا فيها حال أصحاب النار يوم القيامة في جهنم وقبل ما أدخل في هذا المشهد أنا دار أتكلم شوية عن جهنم ذاته لأنه كثير من الناس لا يعرفون عنها إلا القليل أول حاجة عذاب النار قال الله تبارك وتعالى والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الغرام يعني المستمر الدائم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يعني جوه في جهنم مستقر طيب ما فيه ومقام ومقام كويس ما فيه المستقر فيها سيء جدا كذلك المقام في نار جهنم لأنه في ناس عندهم مقام جوه ما بيطلعوا خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك في سورة يهود وأصحاب النار هم من المورطين في الدنيا قبل الآخرة شوف أصحاب النار ذلك ورطة بتبدأ من الدنيا قبل ما يموته قبل ما يموته الورطة بتبدأ ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء في سكرات الموت قال الله تبارك وتعالى ولو ترى يعني ولو تعلم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في السكرات والملائكة باصطوا أيديهم يعني بالعذاب شوف عذاب في سكرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون شوف الورطة بتبدأ من وين من سكرات الموت ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى ولو تعلم إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا دي في سكرات الموت يضربون وجوههم وأدبارهم يا أخوان في جلد في ناس بن جلد في السكرات قبل ما يموت في جلد جلد وين؟ في الوش وفي الدبر وين؟ الملائكة تضرب هؤلاء الناس في سكرات الموت يضربون وجوههم وأدبارهم لمن يقوموا في أرض المحشر شوف سكرات الموت خلاص عرفوا مصير بعدين لمن يقوموا في أرض المحشر ربنا قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لمن يشوفوا النار جهنم بعيون يسروا الندامة يتحسروا ويتندموا ربنا قال ولو ترى شوف دائماً الآيات التي تتكلم عن جهنم دائماً تأتي ب ولو ترى يعني ولو تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا من كل ويا كل من يوجه إليه الخطاب ولو ترى إذ وقفوا على النار ها ويقفوا في النار لسه ما دخلوا ويقفوا ويقفوا ونار جهنم شافوا بعيونه ربنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فخالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لما يقفوا ويشوفوا نار جهنم يقولوا يا ليتنا يا ريد نرجى على الدنيا ليه؟ عشان نكون من المؤمنين عشان ما نكذب بآيات الله تبارك وتعالى ودي بيتمنوا حتى في السكرات بيتمنوا دي الرجعة ربنا قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي إرجعون يا الله رجعني دار ترجع وين؟ دار يرجع الدنيا ليه؟ فيشنه؟ لعلي أعمل صالحا وما متأكد ذاته ما واسق من روحه قال لعلي بتشوف بالله الورطة لعلي يعني احتمال أعمل صالحا لعلي أعمل صالحا فيما تركته ربنا قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزهن إلى يوم يبعثون رجع للدنيا ما فيه الآيات القريعة ليه قبوا شوية؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار سورة الأنعام فقالوا يا ليتنا نردوا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ربنا قال بعدها بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله قال لو رجعناهم حيرجعوا مجرمين تانوا حيرجع ينادي الفكي تاني زي ما كان بناديه في الدنيا حيرجع يعلق حجبات تاني زي ما كان معلق ما زول مجرم بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ده وإن يا أخوان ده في أرض المحشر برا لما نكبوهم جوه في جهنم خلاص خشوا جوه ربنا قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون طالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين أو صديق حميم فلو ألنا لنا كرة فنكون من المؤمنين قالوا يا ريت نرجع تاني شو بتبنوا الرجعة فيك الموضع دارين يرجعوا للدنيا دي والدنيا هذه الآن زي ما بيقولوا الكورة في ملعبكم شاماتي طورة طورة زي دي أملى شبكتك من الآن من هنا وأنا بوريك باع شوية تملاء كيف بس أصبر لي شوية بس ربنا قال في سورة إبراهيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا يا ليتنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل شوف قالوا ربنا أخرنا يعني رجعنا إلى أجل قريب ما دارين نقعد كثير السنوات القعدنا هذه كلها ما دارين يا الله أجل قريب بس أدينا فرصة رجعة بس نرجع الدنيا أخرنا إلى أجل قريب شان تسوي شنوه نجيب دعوتك ونتبع الرسل الله قال أولم تكونوا أخسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ما كنتوا في الدنيا أنتم لما نخشوا جوا في جهنم بيقى يكوركو دارين يطلعوا ربنا قال وهم يصطرخون فيها تعرفوا السريخ السريخ ذا مرحلة بعد البكة موش كده؟ دايما الدموع أول الدموع بيتنزل دايما مع الحسرة والندمة موش كده؟ دي مرحلة انتوا منا البكة برضو انتوا منا بيقى يسرخوا يسرخوا جوا في جهنم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أيوة ما نادوا انتوا كنت عندكم عمل تاني ما صالح عارفين رقبة ربنا أخرجنا يا الله طلعنا من هنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل لا يا الله دارين عمل صالح غير العمل الكلنا بنعمل في الدنيا هل في طريقة مرقة؟ بالله أخوانا دي ما ورطة؟ والله ورطة اتخيل بعد كله؟ قالوا كده نمش على مالك ده يمكن يلقلينا فرقة ونادوا يا مالك مالك ده خازن النار نادوا الله؟ يقولوا ليقوا ما في طريقة مرقة قالوا كده نشوف مالك بلادي الماء بولدة هو الله ما مركم مالك يمركم هو مالك ما مور من عبيد الله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك دارين واسطة يا مالك ليغضي علينا ربك يا مالك ربك خليه يغضي علينا يقتلنا يتمنوا الموت يا أخوانا الموت يتمنوا عديل وهناك ربنا قال لا يخففوا عنهم من عذابها ولا يغضى عليهم فيموتوا جهنم ما في أموت في عذاب بس ونادوا يا مالك اتعارف مالك بعد مية سنة مية سنة يطنشن ما يشتغل بهم الشغل يا مالك يا مالك جوا مية سنة ما يشتغل بهم بعد مية سنة يقول لهم اها ماذا تريدون ليغضي علينا ربك اقتلنا قال إنكم ماكثون مرقة ما فيه شاكيدة ابن العباس قال أشد آية على أهل النار قول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب ضوقوا ده وكل يوم عذاب جديد فتروا لقوا طريقة مرقة ما فيه قالوا كذا نشوف أهل الجنة ديل ما بمرقونا لكن إدونا حبت موية ولا حبت أكل ليه؟ أكلوا نجوه شنوه شوف الله ذكر ليك أكل أهل النار وشرب أهل النار ولباس أهل النار والرقات بتاع أهل النار والغطة كل هذا الله ذكروا لك في القرآن الموية ربنا قال فسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم موية بتقطع المصارين ربنا قال وإن يستغيثوا كان دارين موية يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه تعرفوا المهل؟ المهل ده الزيت شفت الزيت لما يغلي لما يغلي ويبقى فيه درجة عالية من الغليان ده لما بعدين يقولوا دارين موية وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فس الشرابوا وساءت مرتفقة أكل بيأكل من شنوه؟ ربنا قال في سورة الصافات لما نتكلم عن نعيم أهل الجنة الله قال أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجهيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين الله قال إنا جعلناها فتنة للظالمين الزقوم ده شجرة في نص نار جهنم طالعة ربنا قال الفروع بتاعته زي رؤوس الشياطين وإنت الشيطان ما أجب تراسه لكن العلماء قالوا من البداهة ومن الفطرة معلوم إن الشيطان ده قبيح ولا ما كده؟ أه تقول شيطان مشكدة مع إنه ما شاف الشيطان لكن معروف بداهة إن الشيطان ده قبيح جداً مشكدة؟ الله قال لك الشجرة دي الزقوم الفروع بتاعته زي رؤوس الشياطين بعد ذا كله الله قال فإنهم لآكلون منها ياقل ولعل كيف فمالئون منها البطون فشاربون عليه شرب الهيم دي في صورة الواقع وهنا في الصفات ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم يعني بعد ما يأكلوا الزقوم ويملوا بطون دي فل مالئون منها البطون بعد ذاك كبوا عليهم تاني موية من الحميم الله قال يطوفون بينها وبين حميم آن موية سخنة جداً وده الأكل بتاعهم عندهم تاني أكل الأكل التاني ربنا قال هل أتاك عديث الغاشية وجوه يومئذ يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية يعني موية شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع الضريع ذا نوع من أنواع النباتات فيه شوك والله الإبل ما بتاكله الله قال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمنوا ولا يغني من جوع تاني عندهم وجبة ثالثة شو وجبة ثالثة؟ ربنا قال ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون هذا الغسلين العلماء قالوا الطراش والدم والمدة بتاعة أهل النار من شدة العذاب ينزل منهم دم ويضروا شوك وبتنزل مدة صديد شوفت هذا كله يتخلط كده يرجع يأكله ثاني ولا على كيفه ولا على كيفه إلا من غسلين إلا من الله قال لا يأكله إلا الخاطئون ما كانوا مجرمين في الدنيا هنا أشكد هذا جزاهم يوم القيام اللباس بتاعهم اللباس بتاعهم ربنا قال في سورة إبراهيم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار القطران ده الزفت الزفت تعزلت ده شفت الزفت ده لما تديه النار يكون سخون جدا شاكده ينتهسي في السخانة وبتقدر تمشي في الظلط وكرعينك فاضيات بضوشة بط يسخن سخانة وبعضهم قال النحاس المذاب ده اللباس بتاعهم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ربنا قال في سورة العراف لهم من جهنم مهاد المهاد البرقو دفيو من النار برضو ومن فوقهم غواش الغواش يعني الغطى الغطى برضو من النار وكذلك نجزي الظالمين شوفوا النار بالله اوه يا ناس الشغل لا منتظرنا قدام والله والله الشغل لا كله منتظرنا تعمل حسابك شوف انت الله كلمك زي ده في القرآن وراك النار ده كيف إن ما عملت حسابك والله تستاهله تستاهله والله لو ما عملت حسابك يسولك شنو تاني بعد ده بعد ما بيّنوا لك البيان ده كله قاموا نادوا ناس الجنة ونادوا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء شوف ما قالوا أفيضوا علينا ماء قالوا من الماء من دل التبعيط في اللغة العربية يعني يا ناس الجنة داري لنا حبة موية موية بس حبة موية أفيضوا علينا كبوا 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 لنا لأنه تيهد أهل النار ما تيهد في أصفل سافرين وأهل الجنة في الغروفات والدرجات العلاء إن أدوم كبوا علينا حبة موية أو أكل أكل دارينا أكل الجواب كان شنو قالوا يعني أهل الجنة لأهل النار إن الله حرمهما على الكافرين حرام موية ما فيه أكل كويس ما فيه طلوع من هنا ما فيه بلا يدي ما هو ورطة؟ والله هو ورطة طيب تعالنا شوف كده الناس الخشو في الورطة دي بيشنو السبب ويشنو؟ الأسباب كثيرة لكن الله ذكر لك أسباب هنا في الآيات دي إن الله حرمهما على الكافرين منو ديل منو؟ الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعبة نمر واحد وغرتهم من حياة الدنيا نمر اثنين فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومي ماذا؟ نمر ثلاثة وما كانوا بآياتنا يجحدون نمر أربعة دي أربعة صفات إياك تكون متوفرة فيك كويس الصفات الأربعة هذه إياك تتوفر فيك الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعبة في ناس دارين يتعبدوا لالله باللعب وباللهو دار يتقربوا لالله باللعب واللهو وده عندنا الآن في المجتمع فيه في ناس دارين يتعبدوا الله بالكشكوش والدلوكة والصفارة والنوبة كده ما تزعى ما تزعى أنا دار أسألك سؤال النوبة دي فيها كم حسنة فيها كم حسنة الكشكوش كشلو 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 أطلع بكم حسن أنا من الكشكوش ده الصفارة الصفارة بنعرفها حقة ناس المرور ولا باقي ده ينظموا بها شارع أنا دار أعرف الصفارة الليل كله بيرفعني كم درجة يوم القيامة الصفارة دي بترفعني كم درجة إذا قلت لك فيها حسنات جيب دليلك جيب دليل أن الصفارة دي فيها حسنات والكشكوش والنوبة إذا قلت لك ما فيها حسنات طيب ما لك أنت متعب روحك يا أخي متعب نفسك ما لك يا ناس في دين بيتقربوا لي على الله لي الله تبارك وتعالى يعني خشوا بجنة عرضوا السماوات والأرض بكشكوش ونوبة وصفافير ها؟ هل تريد تلعب علينا ولا شنا؟ نتقرب لي الله بيدين زي ده وين النوبة حقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وينه؟ نوبته كانت شكيلك ايه؟ وين صفارة الصحابة؟ كشكوش أبو بكر الصديق وينه؟ والله زول ما يقدر يتخيل ذاته على قل الله تتخيل معي عمر بن الخطاب شايل له كوشكوش وشغالي تنجس تتحيد وفوق بالله هل تقدر تتخيل؟ كذا خيال ساي؟ والله ما تقدر تتخيل يا خديل الله قال من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه معقولة ناس زي ديل يكونوا شايلين صفافير وماشين جكة ما بتجي ذاته يا خواني ما بتجي يا زول ديل ناس رجال عبدوا الله تعالى حق عبادته شاكيدا كانوا من الفائزين بجنات عرضوا السماوات والأرض أما دين فيه لعب وفيه كشكوش وفيه غيره وأكبر من ذلك دين فيه شرك بالله تبارك وتعالى دارين يشركوا بالله عز وجل دارين يربطوا الخلق بالخلق ده ما بيقربك لالله بل تقوم من أصحاب النار لو ما تبت ورجعت أصبر كويس تقوم من أصحاب النار لو ما تبت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى الناس ينادوا غير الله من الأموات الميتين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا والآيات بيّنوها لهم ياه ده الجحود ذاته ده الجحود ربنا قال وقد نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ربنا قال وجاحدوا بها واستيغنتها أنفسهم ظلما وعلوا الجحود النزال يعلم الحق ويخلي الحق ويتابها الباطن دولت أقول له نادي الله يقول لك لا بنادي سيدي سيدك يا تو سيد الحسن دار يزوي لك شنو يعني سيدك الحسن ها بلحقك؟ ما بلحقك أسو يورينا بيان بالعمل خليه الحق قل له سيد الحسن؟ إننا حلقة في السوق المركدي عمل لنا كتمت نفس شيلة شيلة لنا شيلة لنا يقدر يشيلنا؟ والله ما يقدر يزوي عاجة فجوف نحن ما دائرين الناس والله ما دائرين الناس يكونوا من أصحاب النار نحن دائرين كلنا بإذن الله عز وجل نكون من أهل الجنة والجنة دي ما بتدخل إلا بالتوحيد تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار الجنة دي ما تفتكروا الشغلة أجاري تصلي وراجع الصايم وماشي الحج مية مرة وعقلتك في الشيوخ ما بتدخل بالطريقة دي والله ما تخش طالما أنت لسه بتعتقد إن الشيوخ بيعلم الغيب والشيوخ بيد الجنة والشيوخ بيسو بيسو ما بتدخل جنة بالطريقة دي جنة دي غالية يا زول تقول هل الرخيصة غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة الصحابة فقدوا فيها رقابها دار تجيب تدخشها مرتاح ويا سيد الحسن ويا أبو يا الشيخ دار تخشها كده فقدوا فيها رقابها يا زول او يا ناس نحن ورناكم والزمن ما بيكفي ولعله في سؤال بسيط اللي زمن ما بيكفي قال سؤال مكرر من الناس ما عليكم تتكلموا في الأموات تقال الكلام في الأموات كله حرام الكلام في الأموات كله حرام ما كله حرام تقال ميد دخل الاسمات ما يتكلموا فيهFree والناس فيتكلام في الفنانين الاموات وعلى الكورة لدا الماتوا الفنان بالله صوته ما كان سمش فنان يتكلموا فيه لما نجيا نحن يتكلم في الشيوخ الدار لقول لك Beginning in Mal Hom طيب إتا الفنان دا تكلمت فيه لجنو دا حي دا ذاته ما ميت لكن شوف اشتغل أصلا بس بتحرك في الشيوخ دي بتفقوا معاك إنه الكلام في الأموات جائز في كل شيء إلا في الشيوخ معناها دا هوى ما دين أصلا فالكلام في الأموات بجوز إذا كان الأموات نشروا باطل بين المسلمين والموضوع انتهى يزاكم الله خير من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا